ها وإيه تاني دي فقراتنا التانية ده الافيه اللي اطلقه الفنان محي اسماعيل الفترة اللي فاتت وبقى يعني اافيه يغزو الكل ها وإيه تاني انت عملت ده ايه تاني الحاوي الحاوي يستحق الحقيقة وليد سليمان النهاردة هاترك حاولنا يعني بصوا ما بداية وليد سليمان تم توظيفه النهاردة صنع العاب ورجع مجد افشا انه يبقى هاف ديفندر تاني مع عمر السلية وليد في منطقة لعب رقم عشر صنع اللعب كان في الحتة دي نتوقف عندي دي التعديلة دي بتقول ايه بتقول الراجل لا بيستطيع ان يجد الحلول عند الازمات من داخل الفريق اه يعني لمجد افشا لعب قبل كده مدافع هاف ديفندر اه 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 يعني وليد سليمان اه لعب 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 قبل كده بس ما لعبهاش بالطريقة دي ايه وليد فيه تلات ملاحظات او الملاحظة الاساسية بص وهو متأخر في مكان صنع اللعب بيستغل مهارة الشوتينج بالقذيفة اللي سجل منها الهدف الاول والمرة دي قذيفة ارضية بس بص التنوع بتاع وليد سليمان انت النهاردة استخدمت صنع اللعب نزل لتحت وعمل شغل كتير بس كمان في فترات كتيرة جدا كان فروت صريح بص تفرج سجل بكل الاوضاع تتلعب له اولا في القلب يشوت الجون التالي عامل فوله الواحدة جاي من اليمين الجون التالت فوله لكورة جاي من الشمال بدماغه يعني مستغل الطرفين ومستغل القلب كمان يشوت من العمق ويشتغل مع الطرفين اذا هو مع حركة الكورة قبل الوصول لما بيلاقي اللعيب حيرجع الورا بياخر شوية حيلعب بالعرض بيندفع في العمق دي ادوار دي بتبقى شكل اسلوب لعب وتعليمات مدربين زائد بقى هو بيستفيد بباهرته بسم الله ما شاء الله في ثانية بالزبط الغمزة الغمزة دي غمزة يعني مش بيفاجع بكورة بيبتدي عدل يعمل ما بتهربش منه الحمد لله لا وليد سليمان بسم الله ما شاء الله حاجة الحاوي نقض بطاقية واقع محطات تاريخية طبعا يتوقف قدامها من اللعيبة التقال مؤكد اه التقال من العناصر كمان ما شاء الله في اخلاصه وفي انتماؤه حاجة فعلا تسعد